هنطلع من الريشة الطائرة هنروح للخماسي الحديث برئاسة طبعا الاتحاد برئاسة الدكتور مهند شريف العريان طبعا رئيس الاتحاد وامينة عام اللجنة اللمبية المصرية واللي احد الاتحادات اللي بيعول عليها كابتن شام حطب رئيس اللجنة اللمبية في تحقيق ميدالية او اتنين في الولمبيات القادمة واللي كان برضو ليه دور كبير من خلال الجندي لعب منتخب مصر في تحقيق ميدالية فضية في الولمبيات توكيو 2020 او اللي خلت مصر تقفز قفزة كبيرة في ترتيب الدول في المدليات في توكيو 2020 كانوا بيلعبوا منذ ايام بطولة البحر قبل المتوسط مشاركة عدد من الفرق الكبيرة الاوروبية اللي في الاول والاخر بتنفسك كمان في بطولات العالم والولمبيات فاذا هي بطولة مهمة ذهبيتان لطبعا يوسف بيومي وحبيبة هيسمي حققان برونزيت الخماسي في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية خلي بالحضراتكم الشاطئية يعني دي مش دورة البحر المتوسط العادية ولكن الشاطئية يوسف بيومي وحبيبة هيسم ثنائي مصر منتخب مصر الخماسي الحديث حققوا ميداليا برونزية في منافسات الزوج المختلف دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية التالتة واللي بتتلعب دلوقتي في مدينة هيراكليون باليونان هيراكليون باليونان طبعا دي منطقة ساحلية الحقيقة يعني اليونان في المناطق الساحلية خلابة جدا باختهم وحقق ثنائي المصر المدالية البرونزية وراء فريق فرنسا والحقق المدالية الذهبية أما ثنائي إيطاليا فجي في المركز الثاني وحقق المدالية الفضية بدأت منافسات على ثلاث مراحل بداية من سباق العدو بإجمال 1800 متر ومرحلتين للسباح بإجمال 100 متر ومرحلتين للرماية بالليزر بواقع خمس أهداف في كل مرحلة خلال خمسين ثانية وشارك في منافسات الزوج المختلط 14 فريقا من مصر وأسبانيا وفرنسا أتاليا البرتغالي واليونان بيترأس بحثة الخمس الحديث الدكتور شادي عبد العزيز أمين صندوق الاتحاد المصري ويقود الفريق إهاب سيدة المدير الفني المنتخب الشباب وأحمد إبراهيم سلامة مساعد المدير الفني ويرافقهم الحكمة رباب حسامة ويرأس بحثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المهندس شريف العرياد الأمين عام لللجنة اللمبية المصرية واللواء أيمن شويتة عضو مجلس إدارة لجنة اللمبية المصرية نائبا لرئيس البعثة كل التوفيق لبعثة مصر في البطوة البحر الأبيض المتوسط الشاطئية في بقعة جميلة جدا لليونان بتطلع البحر الأبيض المتوسط